صباح الخير قبل وصول عشرات الفلسطينيين إلى منطقة الجوايا العين البيضة في مسافر يطا جنوب الخليل وصل عدد من جنود الاحتلال بآلياتهم العسكرية وأغلقوا المنطقة التي ينوي الفلسطينيون الصلاة فيها وذلك لمنعهم من التقدم إلى الشوارع الالتفافية التي تربط مسافر يطا ببعض القرى والبلدات والخرب وكذلك بمدينة يطا جنوب الخليل ولعدم طبعا وصول هؤلاء كذلك إلى قرابة بعض المستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين هنا في مسافر يطا في هذه الأثناء يستعد الفلسطينيون لأداء صلاة الجمعة طبعا بعد قليل ليس الآن وإنما هما جاءوا إلى هذه المنطقة وذلك للتعبير عن تنديدهم وعن غضبهم لما يجري في مسافر يطا من خلال محكمة الاحتلال العليا التي أصدرت أمرا بمصادرة ثماني قرى فلسطينية من أصل 12 قرية ضمن منطقة إطلاق النار 918 حسب تصنيف جيش الاحتلال الإسرائيلي وهذه الفعاليات مستمرة بشكل أسبوعي ولكن ما ميز هذه الفعاليات أو ما لفت انتباهنا خلال هذه الفعاليات الأخيرة هو التدخل المستوطنين المتطرفين في هذه المواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي وأقصد هنا عملية دخول الفلسطينيين إلى أراضيهم فهذا عتداء واضح من قبل المستوطنين في كل مرة يأتي فيها الفلسطينيون إلى أراضيهم المصادرة أو حتى المهددة بالمصادرة انتشار لجيش الاحتلال الإسرائيلي شهدتهم قبل قليل أحضروا قنابل صوتية وغزية وكذلك شهدتوا قناصا أيضا من جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة هذه الوحدة التي حضرت إلى هذا المكان بالإضافة أيضا إلى وجود عدد من جنود ما تعرف بوحدة حرس الحدود وبالتالي إن حدثت عمليات قمع سيتدخل هؤلاء للمشاركة في قمع الفلسطينيين كما هو واضح الآن هم طلبوا من الفلسطينيين مغادرة المكان أو الابتعاد عن هذه المنطقة لأداء صلاة الجمعة ولكن من المتوقع أن يتقدم الفلسطينيون بعد قليل خاصة بعد الانتهاء من صلاتهم باتجاه أراضيهم هذه أراضيهم يملكون فيها أوراق رسمية يملكون فيها كذلك طابو وهي أراضي مسجلة بالنسبة للفلسطينيين وبالتالي عملية الدخول إلى أراضيهم تشكل عبءا عليهم بشكل كبير خاصة وأنه فيه هناك اعتداءات مستمرة من قبل المستوطنين الذين ليس فقط يعتدون على المواطنين في هذه المنطقة وإنما يرمون الحجارة على مركبات الفلسطينيين المارة من الشوارع الالتفافية يدخلون إلى قرى وبلدات عديدة في مسافر يطا ويرمون الحجارة ويحرقون البنازل ويهددون حياة الفلسطينيين وأحيانا يستخدمون الرصاص الحي كما شهدنا في مناطق متفرقة من الخليل وفي الضفة الغربية أيضا كيف المستوطنون المتطرفون يحملون السلاح أمام مرأة وأمام جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي بالعكس هو يعني يساندهم ويوفر الحماية لهم بشكل كبير من المتوقع إذا ما تقدم الفلسطينيون إلى منطقة أقرب ربما تعلن منطقة عسكرية مغلقة تفضلي بعد تقدم رائد في الوقت الذي أشرت إليه هل من المتوقع أن يكون هناك أي نوع من أنواع التوتر بين الجانبين؟ بكل تأكيد دائما عندما يأتي الفلسطينيون للمشاركة في وقفة احتجاجية أو وقفة فيها تنديد جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بقمع الفلسطينيين بإطلاق قنابل الصوت والغاز واستخدام الرصاص المعدني والمطاطي وأحيانا يتم إطلاق الرصاص الحي وكما ذكرت قبل قليل شاهدت قناصا أيضا مع هذه الوحدة الإسرائيلية التي حضرت إلى هذا المكان وهذا يعني أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينوي التصعيد في حال تقدم الفلسطينيون أكثر إلى منطقة أقرب من الشارع الالتفافي هذه المنطقة اسمها منطقة عين البيضة ومنطقة الجوايا بكل تأكيد هي واحدة من المناطق في مسافر يطا ونحن نتحدث عن قرابة أربعين بلدة وقرية وتجمعا وخربة في هذا المكان في مسافر يطا وهذه التي تشكل 7% من مساحة الضفة الغربية كما هو واضح بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي دفع بتعزيزات إلى البكان قبل وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم وبالتالي استدعى أيضا وحدات من حرس الحدود المتواجدة قرب الشارع الالتفافي في حال حدثت هذه المواجهات ما بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي وبالتالي هذه الوحدة ستتدخل لقمع الفلسطينيين والاعتداء عليهم أذكرك فقط قبل أسبوع الجمعة الماضية ليس بعيدا المستوطنون المتطرفون اعتدوا على الناس في هذه المنطقة الذين كانوا يؤدون صلاة الجمعة وحتى عندما اقتربنا من هذا المكان وركننا سيارتنا في منطقة قريبة من هذا المكان قام المستوطنون بتهديدنا بتحطيم مركبتنا كما جرى قبل شهر تقريبا في منطقة بير العد عندما اعتدى المستوطنون المتطرفون على الطواقم الصحفية وحطموا مركباتهم وزجاج السيارات وكذلك قبل أسبوع حاولوا تهديد الطاقم بصدم سيارتنا وبالتالي هناك خطورة حقيقية هذه المشاهد لم نكن نراها سابقا في الشارع الفلسطيني وجرأة المستوطنين المتطرفين بالاعتداء على الصحفيين على الفلسطينيين على المواطنين بهذه الطريقة كانت هناك أمور فردية تحدث من خلال ما يعرف بشبيبة التلال في جبال الخليل وجبال نابلس أحرقوا عائلة دوابشة بأكملها المتطرفون ولكن نحن الآن نتحدث بأنهم يقومون في وسط النهار في وضح النهار يعتدون على الفلسطينيين بشكل واضح وكذلك الجيش يقف إلى جانبهم ويوفر لهم الحماية شروق نعم رائد وهذا ما ستصفر عنه الساعات القادمة شكرا جزيلا لك رائد الشريف مرسلنا من جنوب الخليل